نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعامة الدراسية الحالي وقد قام المركز الأعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكدت أنه من المقرر أن تنتهي مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعامة الدراسية الحالي لطلبة المدارس خاصة وحكومية في 28 من شهر فبراير الحالي مناشدة طلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انتهاء المدة المحددة دون الانتظار لغلق التسجيل ترجمة نانسي قنقر